أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أهمية مشروع تطوير حديقة تلال الفسطات الذي يجتمل على تطوير الكثير من المنزلات السياحية وهو ما يتماشى مع توجه حكومة لزيادة أعداد السائحين جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية ولا تستهلها بتفقد مشروع حضائق تلال الفسطات وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء أهمية تكثيف الجهود المبدولة في هذا المشروع والإسراع في معدلات تنفيذه ودرست طرح بعض مرافقه ومقوناته للتشغيل في أقرب فرصة ممكنة بما يصهم في دخول المشروع حيث التشغيل بشكل تدريجي وأكد مدولي أن الحكومة تضع على أجندة اهتماماتها الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئيسية 100 مليون شجرة وكذا زيادة المساحات الخضراء بمعدل أكبر مع الحرس على الحفاظ على استدامة هذه المساحات طوال فترة تنفيذ المشروع وكذا العمل على استدامة أعمال الصيانة لما تم تنفيذه حتى الآن ولحين اكتمال المشروع بصورته النهائية